السلام عليكم طلاب الأول من توسط الشيونكم أخباركم ورجعته إياكم فيديو ثاني بليونة الأول واليوم نشرح الماضي المستمر شنو يعني ماضي مستمر يعني عندك حدث هو صحيح صار بالماضي بس يعني استمر لفترة معينة مو رأسا صار وانقطع لا يعني صار فترة معينة يالا انقطع زين شون أعرف هذا ماضي مستمر راح أشوف دلائل يعني هي نفسها أخذناها تقريبا بالماضي البسيط مثلا يستردي يستردي البارحة زين لاست يعني لاست الماضي at this time at this time يعني في ذلك الوقت ذلك الوقت صار هذا الشيء أو كلمة all تجي كم يعني all زين فبس هو أكثر شيء يستخدم لك عندك اليستردي واللاستردي هذا اللي نستخدم فين بالماضي المستمر زين أنا راح سنقسمه الموضوع مثل ما تعودنا على ثلاث أشكال المثبت وبعدين نأخذ النفي بعدين نأخذ استفهام أول ما نبدي بالمثبت اللي هو affirmative 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 المثبت لقاعدة ما المثبت شي تقول أول شي أحط الفاعل شنو فاعل يعني هاي ضمائر الفاعل أخذناه هي وخواتها وذي وخواتها أو يكون اسم يعني أحمد علي زينب أو اسم شي مثل يعني مدرسة أو كذا يعني مهم فاعل تمام لي قدام بعدين واز ووير بالماضي المستمر نستخدم لو أفعال مساعدة لو واز لو وير شنو ستو الواز الواز الجتني من الز ماضي ما الز ولوير ست شنو الوير الماضي ما الآر بس إحنا لاندح نحكي بالماضي فنستخدم دني والفاعل ما تشون يكون أحط له ing شنو ing هاي الآي انجي نستخدمها انو ندل انو الفاعل مستمر هي هادا للاستمرارية الآي انجي وزايدا تكملت الجملة هنا انا وضحت لك الواز وي من تجي والوير وي من تجي الواز هاي بناتها الهي والشي والإت والوير منو بناتها الزي والآي والوية واليو يعني ذي هما وآي أنا ونحن وأنت أو أنتم تمان ناخذ هنانا مثال توضيحي للقاعدة وي هنانا الفاعل هاف هنانا عندي فعل دينار يعني نحن تناولنا دينار يعني عشاء دينار ان ريستورنت معناها مطعم لاست موندي باوع لاست يعني السابق موندي يوم أحد باعوا هنا الايام تجي كبيرة ديروا بالكم أنا كل شي انا بهكم خلال الشرح ايام الاسبوع كبيرة يعني احن تناولنا للعشاء بالمطعم في يعني آآ موندي الماضي يجي احل يقول لي سوي لي ياها آآ باست كونتينيو وشون احل الفاعل اعنزله الغاعدة مااتي شي تقول لوس داوير آني لويش تاخذ 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 وير يعني هي جمع الهاف مااتي شا سوي لها حطها آي انجي احط لها بس لنا نجي تنحذف واني هذا نزلت مقطع كامل اضافة لآي انجي شون اضيف اذا اي بالنهاية اوخرها اذا اي واحدة مو ثنين هافنج ودينار وكمل الجملة واحد نقطة لانه هو مستفهام زي اللي هنا نه؟ زيان نجي على المرحلة الثانية اول نقطة الثانية النفي ني قاتف هاي الكلمة لازم تعرفوها المي يعرفها ماي يعرف يجاوب منها الثاني اقول لكم ترى ما تعرفون هاي الكلمات ما تعرفون تجابون فاحفظوهن ني قاتف نفي نانا عندي ملاحظة اني من اريد انفي ومن اريد اسأل احنا هاشي متفقن عيه سابقا لازم عندي فعل مساعد عندي فعل مساعد كان بها ما عندي المتكم شلون يعني هاي الموضوع الثاني بعدين نحشي به هسه انا هاي شغلتي بيها خلي نشوف هاي هذا المثال هو كان يلعب طوبة يعني هو وكان يلعب طوبة وكان مستمر باللعب وتوقف بعديين يعني اقو استمرارية شي يقول لي بن قوسين انا ليش قاتلكم ما زم تعرفوها الاستاذ شي يقول لك ني قاتف انت اذا ما تعرفها الكلمة شون تجاوب جاوبني ازين ني قاتف يلا هسه اجي انفي شون انفي هو شنو انفي احط نوت بالمجملة وها هي وانا احطي يهم الفعل المساعد انا ليش قاتلكم انا احتاج الفعل المساعد عندي فعل مساعد ايه خلاص مشكلتي كل السهلة اجيب الفاعل اجيب الواز احطي اما نوت تريدها هيش تكتبها تريدها مختصر بكيفك وهذا ينزل وتكمل الجملة وتحط نقطة خلاص بس احط نوت زين نجي هنا مثال ثاني هي بلاي تنس يستردي هنانا شنو هنانا نطاني السؤال بس شنو صاغة بغير طريقة شوية اصعب من هاي الطريقة هي كانت تلعب تنس يستردي البارحة تمام خلي نشوف اش قاعد لي بالمطلب باس كونتين يو اس هنانا ليش ده انسى اليواني زين باس كونتينيو сильريد منك ماضي مستمر بس شنو نكتف بحالة النفي يعني انت لازم تعرف دني الكلمات ما تعرف ما تجاوب باس كونتينيو сильريد منك ماضي مستمر بس شنو اريد شرط ان هو بالنفي يعني بالنوت اجي بالفاعل ما عندي مشكلة بي زين القاعدة ما انتي شا تقول تقول لازم عندي فعال مساعد هناني الشيش تاخذ وص خوش والنفيش ياخذ نوت هاي مشكلتين انحلت نجي على الفعل الرئيسي بإنجي لا حطي إلى آي أنجي حط له أو حط له آي أنجي ليش لأن عندي استمرارية بالموضوع زيان هسا أنا فعل ونفي وآي أنجي وأكمل وحط نقطة للمسؤال تمام زيان أو يجيب لك ياها بهالطريقة ذي بنقوسي نوت تووتش وتكملت الجملة زيان ويرد منك باست كونتينيوز ش سوي إذا يتنزل هي زيان أنا قاعدتي تقول أكو لازم في المساعد وين دورة ماكو أجيب واحد من عندي ذيش تاخد تاخد وير ونوت أنزل هي الواتش أخليه إيج لو حط له آي أنجي لا خلولي ليش أنا عندي استمرارية عط آي أنجي وأكمل وحط نقطة زيان هسا إحنا وصلنا الاستفهام إكوازشن رجاء أحفظ لي هاي الكلمات إكوازشن زيان حبايب زيان أنا من أريد أسأل لازم عندي فعل مساعد أنا هنا عندي فعل مساعد لو وصل أو وير هذا الشي اتفقنا علي من البداية ناخذ أمثلة علي واز بلينك فوتبول شان يلعب علي طوبة خوش الأستاذ شي يقول لك أو الأستاذة بينقلشن كوازشن اسأل وآفك أنت تحير بروحك يا رب وش أسوي أجي أنا يابا أنا أريد أسأل عندي فعل مساعد إيه عندي وين يلا جيبه جيبه بس قدم ليالي قدام أنا بالسؤال أقدم الفعل على الفاعل خوش قدم ليه ورجع الفاعل لي وراه زيان ماما زيان دير بالك الوازم أنت تقدم لازم تصير كابتل كبير دير بالك هاي ملاحظة كل إش مهمة علي اسمولك يبقى كبير زيان هذا بي آي انجي إي بي يلا وكمل وحط علامة الاستفهم إذا ما تحطها النقطة كدرجة خوش زيان اثنين ندا ستادي انجليش يستردي يعني ندا كانت بارحة هذا يستردي هذا دليل عندك دليل كانت البارحة تقرأ انجليزي شرد منك باس كونتينيو بس شنو أريد السؤال شارط عليك شارط يلا خل نروح أنا لازم بيش اسأل فعل مساعد يا بي ندا اشتاخذ شنو فعل مساعد مالتها فعل مساعد مالتها وز بالماضي المستمر خوش هذا قدمنا لقدام ليش لانا عندي سؤال الفاعل أحط لي ورا زيان حبايبي هو هي اسمي بنية يبقى شبير زيان الفعل خلي هي شي مسلخ لو حط لعي انجي نحط ليش نحط لعي لانا عندي استمرارية زيان حط لعي انجي سادي تمام وانجليش تنزيل وكمل وآلام تستفام إذا ما تحط ها نقصك تمام خوش السهنانة هذا المثال عليك انت تحل بينك وبين نفسك وتشوف نفسك افتهم تلعب يانو يسترد البارحة كانت تلعب يانو وبين قوسين رايدين منك ناقاتب شنو ناقاتب يلا انت حل هك واتقيكم فيديو آخر ووي باي